في البيضاء القذائف تهطل كمطر السماء هكذا أرادت الميليشيا أن يكون الصباح في هذه القرية الواقعة في منطقة الزاهرة لحميقان والعديد من المناطق المجاورة لها لتحقيق انتصار يحسب لها على الأرض من خلال تكتيف قصفها ومحاولة التقدم نحو المدينة التعزيزات العسكرية الخاصة بالميليشيا هي الأخرى لم تتوقف لتؤكد المصادر في الميدان إن الميليشيا ترفض مقاتليها بالسلاح والعتاد العسكري في المنطقة ذاتها وعلى الرغم من ذلك أكدت المقاومة أنها تمكنت من التصدي لهذا الهجوم الذي تركز في جبهة المحصن وكساد بعد مواجهات عنيفة جرت بين الطرفين استمرت ساعات عديدة ليعود انتقام الميليشيا بعد ذلك على المنازل وجعل مصير المدنيين هنا مرهون لدى وجهة القذيفة ومن بين كل هذه الهجمات لا يزال أمل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والوصول إلى طريق سلام ينهي هذه المأساة معقود إلى أجل غير مسمى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر